بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقم ربكم إن زلزلة الساعة الشيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضر كل ذات حمل حملها وتر الناس سكاري وماهم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويرديه إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريه من البعث فإنا خلقناك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نقردكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمل لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليهم ما أهتزت وربت ونبتت من كل زوج بهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آفية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القدر ومن الناس من يدادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين ثاني عددين يضل عن سبيل الله له في الدني خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرق فإن أصابته طيور مطمه النبي وإن أصابته فتنة انقلب على عديه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال الذعيب يدعو لمن ضروا أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعنوا الصالحات ذنات تدري من تحتها الأمهار إن الله يبعى ويريد من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدل بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمد هل يبن كيف ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آمنوا والصابعين والنصاري والأمس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والمجوم والهبال والشدر والدواب هو كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا من خصناه اختصر في ربهم فالذين كفروا تطلعت لهم سياه من نير يصب من فوق الروسي حميم يصرده ما في بكونهم والجلود ولهم مقامع حديد كلما أرادوا أن يخرجوا من هذا الغم أعيدوا فيها وزوهم عذاب الحديق إن الله يدخل الذين آمنوا وعنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمار يحلون فيها من أساورا ذهب ولولئ ولباس فيها حديد وهدوا إلى الطيب من الخول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصبون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي دعناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحادي بظلم نضغ من عذاب أليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشركه شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين مرجع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك لذالهم وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عنيق ليشهد المنافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتا ولينفوا ندورا وليطوقوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له وينذر ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزهور حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتقططه الضير أو تهني به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها انتقى القلوب لقي فيها لنابع إلى أجل مسمى ثم محجها إلى البيت العشيق ولكل أمة جعلنا من سكى ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكر اسم الله على ما غزق من بهيمة الأنعام فإله إله إله واحد فلو أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله ودلت قلوبهم والصابرين على ما أصابه والدين الصلاة ومما رزقناهم فقون والبد نجعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فازكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جلوبها فكلوا منها وأطعموا نعراً وتره كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون لن ينال الله لحرها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم تكبر الله على ما هداكم وبشر المحسين إن الله يدع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور قذل للذين يقاتلون بأنهم هلمون وإن الله على مصرهم لقدير الذين أقربوا من بيرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضاً ببعض لهم بما الصوامع وبيع وصلوات ومسابد الكر فيها سلطان كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقري عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاروا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونلوا عنه منكر ولله عاقبة وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوح وعاد وثمول وقوم مجرانين وقوم موط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتم فكيف كان مكين فكأي من قرية أهلتها وهي ظالمة فهي قارية على أموشها ودين معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب نتيف الشهور ويستعدنونك بالعذاب ولن يخلف الله عذابه وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعلمت وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم مدير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعروا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الزحيل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمن لما ألقى الشيطان في أميته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيهن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة ضغطة أو ياتيهم عجاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب ممين والذين آجوا في سبيل الله لما قتلوا أو ماتوا ليرزقا إنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرازقين ليدخل منهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم أليم ذلك ومن عاقب مثل ما عنقب به ثم بغي عليهم ينصرنه الله إن الله لعفوه رفور ذلك بأن الله يولج الليل في النئير ويولج النهار في الليل وأن الله سميع تصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهوى الغني الحميد ألم تر أن الله سخى لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرأف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكل الناس فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم يوزر به سلطانا وما ليس لهم ديع وما للظالمين من نصير وإذا دلّى عليهم آياتنا بينات تعرف بأبوه الذين كفروا منكر يكابون يسكون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك أن نروا على الله الذين كفروا وبيسا نصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف القالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميعا بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهُ وَلِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَبٍ بِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمٌ وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصدوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير